اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايدة لنهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اطلق مركز ميديم لإعداد الأسرة ضمن مبادرة ميديم التي أعلنتها دائرة تنمية المجتمع أبو ظبي في شهر إبريل 2024 واطلع السمو خلال لقاء مع فريق من دائرة تنمية المجتمع على أبرز محاور مبادرة ميديم وخدمات ومرافق المركز التي تدعم أهداف استراتيجية أبو ظبي لجودة حياة الأسرة وبناء أسر مستقرة ومتماسكة قائمة على أسس معرفية سليمة في إمارة أبو ظبي وتعزيز الترابط الأسري